بس طاقتك هون قوية كتير طاقتك نارية عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قولنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالأوراق الطاقة دين عندي انه في عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كزا خطواتك هذا الشهر مباركة وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى عم ترجع الامور تصفى بينك وبين شخص قديم شخص ممكن يكون حتى على صعيد العمل سبب لك مشاكل سبب لك كزا فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك عم بيحاول انه يعني يغير الطاقة اللي بناتكم ولكن انت انا شايفيتك ماخد خلص اللي هو يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخضلان او ما عم تقدر تسامح عم بشوفك عم بتسامح بعد فترة ولكن في هذا التوقيت اللي هو رح يجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كتير لا يعني ماسك اسلاحك ويعني مش متقبل ابدا اي موضوع شايفتك بشكل عام عم تقدم على آآ خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير آآ متحمس لالها ممكن يكون عمل جديد على فكرة عمل جديد له علاقة في الابداع له علاقة في ممكن آآ يعني هو متل عمل حر او آآ شركة ما بين آآ ما بين شخص تاني ممكن يكون آآ ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون تمر على خير يعني انا شايفة هذا المشروع او هاي الفكرة اذا تبلورت رح تكون آآ في هذا هوائي اكتر اشي ممكن يكون سرطان ممكن يكون آآ يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان من الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان آآ دلو جوزاء ممكن هدول الاشخاص تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح مشرط هدول بس الاشخاص ولكن آآ ازا كانت عندك فكرة انه تفتح مشروع او يتبلور فكرة او آآ فانا شايفيتها ماشي على خير او انه عمل جديد هو رح يجيك فرصة عم بشوف آخر فترة عم بشوف آآ في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او كذف عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع آآ بي آآ والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عاما اكيد خاصة من القراءات العاطفية آآ فهون ببين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق آآ مبين انه هاد الشخص آآ فعلا في حب حقيقي بينك وبينه آآ آآ هذا الحب آآ قد ما يعني قد ما عملت طرف التاني او قد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مرة بترجعوا آآ لبعض لبعض فشايفة انه آآ آآ هذا الشهر او هاي الفترة كتير حلوة بالنسبة للعاطفة خاصة للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين شايفة انه آآ الشمس عم تشرق اكتر على حياتهم الشخص المقابل او الطرف الاخر آآ رح يرجع بروح جديدة رح ينعيش هذا الحب آآ رح يتحركش آآ فيك وآآ غالبا ازا كنتم منفصلين فانا شايفة يعني آآ رح يحاول انه يكافح مشانك هذا الشخص آآ شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون يكون فيه بالمستقبل ارتباط او آآ شي رسمي بناتكم حتى لو كنتم على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة فيه اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض صحيح فيه مناوشات فيه قصص عم بتسير فيه ولدنة من الطرف الاخر او منك ولكن بال بالنهاية عم تجتمعوا عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال وحتى لو كنتم متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم انه في عندك نهاية وبداية جديدة هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه لا هي عبارة عن آآ نهاية لابد منها نهاية لشيء سيء في حياتك اما تكون ادمان اما يكون آآ طبعا الادكشن الادمان انتو بتعرفوا انه اكتر من نوع يعني مشرط انه ادمان ادمان ممكن يكون ادمان آآ جنسي ممكن يكون ادمان آآ حب آآ على شخص ممكن آآ يعني فيه له كتير آآ معاني الادمان فشايفيته عم ينتهي وعلى فكرة هدا الكرت ممكن يكون آآ آآ نهاية لعلاقة ثالثة لانه انا بشوف هنا في طرف الثالث عم بيوقف آآ يعني تجاه هاي النهاية ما بدوا هذا الموت لعلاقتهم مع بعض ولكن آآ النهاية لابد منها والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك آآ يعني للمطلقين او للمنفصلين وآآ شايفي فيه تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تطور العلاقة اكتر آآ شايفي فيه حميمية اكتر بين المرتبطين اللي على علاقة اللي مش منفصلين شايفي زيادة في انه تدخلوا في بعض اكتر آآ شايف فيه امان اكتر عم بتحس كل واحد عم بيحس ناحية الثاني آآ بآآ آآ بآآ آآ آآ بكتير آآ آآ عم بتبين عندي الطاقات اكتريتها طبعا في عنا آآ آآ قوس في عنا اسد في عنا سرطان آآ 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 وكطاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فضيع. بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها راح تكون رسم حدود. عم بترسم حدود او آآ آآ خلينا نقول آآ يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق. كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير. كنت خلص تهمش يعني اللي بيعمل لك شي او كزا تهمشه. لا هاي المرة عم بشوفك كتير عم بتوقف آآ وقفت يعني اسد خلينا نقول. وقفت آآ خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكزا. وعم بشوف كمان رجوع آآ حق ازا كان آآ في العمل او في العاطفة. في حق راح يرجع لك آآ في كارما راح تسير في الموضوع. فشايفه تقدم كبير هذا الشهر. آآ على جميع الاصئدين ان شاء الله لبرج الحمل. آآ بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل. هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية. آآ بس انه يحترس من هذا الموضوع. آآ هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية. ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائية. آآ وممكن غير هيك يعني مو شرط. آآ ولكن هذا الشخص فيه من وراه مش يعني شر فيه من وراه يعني آآ قوف وكزا. فكنت ازا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حذر من هذا الشخص. او ازا فيه شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حذر منه. ما عم بقولك لا تعطيه فرصة عادي جدا. ولكن آآ بدك تكون محترس وما تعطيه الامان او الاسرار آآ آآ بشكل آآ كبير من اولها. لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية آآ آآ اعمل هاي الخطوة. لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة. عم تاخد خرارات عم آآ تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل. فعم تاخد خطوات. عم تاخد خطوات بجرأة بنارية. فلا هد شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها. هدا اكتر اشي آآ بيان ازا كان في آآ شايف البعض في عندهم آآ خلينا نقول طفشان يعني من كل شي حابين يسافروا فيه فرصة السفر فعلا حقيقية وحلوة. آآ خاصة آآ خلينا نقول على الصعيد آآ العملي اللي بدي يسافر على عمل. وشايفي فيه ناس عم بتسافر ككسياحة مع الحبيب يمكن مع. فشايفي فيه السفر آآ في الموضوع. هدا اكتر اشي حبايبي. آآ آآ خلينا نشوف آآ من ورق التاني. ازا فيه اي تفصيلات اخرى او او مواضيع. شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد رحانياتك كتير. عم تصلي كتير لموضوع وهدا الموضوع رح يصير بهاي الفترة. هاي الامنية رح يتتحقق في هاي آآ الفترة. فيه شخص كان متسلط في حياتك آآ قريب كتير جدا منك. هدا الشخص اما رح ينتهي آآ تسلطه رح يتغير هذا الشخص آآ في هذا الشخص على فكرة قريبة كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي. لانه هدا الورق للأنا فتحته للعاطفة. فهو شخص آآ شوي كان متسلط في السابق ولكن آآ عم بشوفه بتغير هاي الفترة. عم بصير حنون اكتر عم آآ بيغير شوي من افكاره بتنازل. آآ شايفيتك آآ بالبداية رح تكون يعني حامل يحمولك وخلص آآ تعبت ورحت خاصة انه في آآ احتمالية كبيرة انه يكون في طرف ثالث في الموضوع. شايفة نهاية تقريبا لا آآ شفنا قبل شوي نهاية لطرف ثالث. وفعلا في طرف ثالث يا جماعة. آآ طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون آآ خيانة. ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا. فاذا كان عمل مسلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك آآ زي ما بيعطي العمل آآ للمتزوجين مسلا. آآ آآ لاي علاقة عاطفية كانت مرتبطين او ومنفصلين. بشوف في آآ انهاء آآ يعني الطرف الثالث العائق في الموضوع. رح يكون في نهاية لإله. آآ عم بشوف زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بيأكد على بعضه. آآ عم بشوف آآ كل واحد بشعر بالأمان ناحية الثاني. آآ شايفة في كيف بدي اوصلها لكم. آآ شايفة حتى لو ما كان في آآ علاقة رسمية او زواج رسمي. شايفيتكم اما مش انه بتعيش بنفس البيت ولكن آآ رح تتعاملوا مع بعض ك كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض آآ او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم. وشايفة انه الطرف الثاني مخبي لك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية. شايفيتم مخبي لك مفاجأة مخبي لك آآ موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع آآ بحذر او انه آآ مش متفاجئ من هذا الموضوع. مش كتير فرحان بال بالرجوع آآ وكأنك يعني مشكك بالطرف الآخر مشكك بالآآ بالشريك. يمكن من كتر مع عمل آآ شغلات او هيكا امور آآ شايفي مراقبة كبيرة من الطرف الآخر من الشريك. يعني عم براقب بطريقة ولكن آآ ما عم آآ بيكون واضح في هذا الموضوع. يعني عم براقب لكن مش حابب يعرأ آآ انك انت تعرف انه هو عم براقبك. طيب خلينا نشوف عقلك الباطن آآ الفترة هاي اكتر شي. لوين رايح في الفترة الجاي. اهتمامك العقل الباطن طبعك. ازا في بشارة ازا فيه شي. آآ حبيبي قلتلك فيه شخص جديد رح يدخل حياتك. فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي آآ انك تختار ما بين شغلتين. اما اما تختار ما بين الحبيب القديم اللي موجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلتلك كون حذر شوي معه. آآ او انه على الصعيد العملي رح تكون آآ بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي. فرح يكون في قدامك خيارين تختار آآ منهم. رح يكون كتير آآ صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشي المناسب. يعني على خير هاد هادا الموضوع ان شاء الله رح يتم آآ على خير. طيب فيه تحزيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف وراء التحزيرات. ايوة. شوف حبيبي عم يكون عندك آآ تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بت بعقلك الباطن بتفكر بالامور بي اوهام كتير. آآ فيه امور عم بتضخمها. عم بتضخم كتير الامور. تحسب التحليلات كتيري. عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف. عم بيأسر هذا الاشي على فكرة على صحتك. فالتحذير انه لأ تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك. لانه ما ما بتستفيد من هالشي يعني طاقة سلبية هي اساسا وما في الها داعي يعني ورائك حلو فما في داعي للتخوفات والامور. واساسا فكرت او ما فكرت نتيجة وحدة. فمنطقيا لشو عم بتفكر? بهاي الامور. آآ خلينا نشوف هيك آآ واو. اذا في نصيحة من الفيري كارز. آآ حلو كتير. هاي الفترة عم بيقولك انه راح تعيش آآ رومانسية بزيادة. هذا الفترة الجاي. فآآ راح تعيش مع الحبيب او مع يعني راح تكون في رومانسيات كتير. آآ راح يكون في مشاعر جياجة خلينا نقول. آآ راح ترجع علاقتكم زي ما بلشت. آآ بيّن انه رومانسيات كتير يعني ما توقع تيطلع لكم هادا الكرت بس شي حلو. بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهم شريك يمبين انه في زي فارس احلام او زي مثلا عريس او علاقة جديدة عم تدخلوها وعم بيكون كتير حلو. الموضوع الموضوع وقعه.